الخبر اول يعدنا عن بسام تيكت فمثل ان تعالفون ايا حبيب بان بسام تيكت محبا هم مش انو حباب ولكن نزلو هذا المقطع بيوم ويوم الايام وعلمو ان انفصالهم اللي فيا حبيب خيرا انو بسام تيكت نزلت لاحسبة بالتيك توك هذا المقطع الغريب مححادثة ويا حبيبه السابق وهو يقولها انه هو مش طاقلها وحبيبتي وانه هذا يريد يشوفه وانه هي لا تريده فما ادري الكرqing الفيديو كان كلش صادم بالضافة للفيديو كانت اكملت انه انا بغلوهم مرخاص يعني انه عن ما قعدت هنا فكتبنا بالكومنتال تلتقوهم مسام تكت المقصود او لا بالضافة الاشياء يا حباب اللي قاعد يصير هو تعرضها للتهجم بعد تنزلها مقاطة ترقص بيها بالضافة مقاطة حتى اغاني زاء 18 بشكل مطبيعي اوكي فمادر الصراحة كتبنا بالكومنتال شو ريكم اللي قاعد يصير ننتقل حاليا الليل امراد واخيرا زواجها يا حباب في نزلت هذه الصورة على حسبها بالانستغرام تألمي خلالها انه اليوم اتزوجت في ان شاء الله الف و الف مبروك صراحة شي حلو يوتيوبر شتى تابعها الزمان وعاليا اتزوجت عليكم انكتبوا بالكومنتات تعرفوها او لا روح حاليا الامير الحسين يا حباب والبرومو الناري للفيديو كلب مانته الجديد اللي رح يكون ديستراك على محمد كريم اللي رح يكون بعنوان خليك بعيد فيا حباب رح تقوم البرومو شوفو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة روح حاليا الامير الحمد وبربيا حواب تنزيل شوية بوستات عن فلسطين بعد ينزل هذا الاستوري قاعد يبتي بيا حباب في الاغلب توقع انه ديبتي على الفلسطين ولكن هو وضح انه ديبتي على القطة مو اكثر يعني انه عنده حساسية اوكي اوكي جمع قبل ما تحزنوا علي مش عم بعيط لعي عندي حسيه كثير قوية من المسس طلوا علي يا جمع طلوا كل هذا شلعبت شوي مع مسة في بيت اهلي وبصلاح حباب مني وصلاة المقطع في تروطة باللايكات شاناكو فايزي مقاتل من مكتل القصص احبكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر